هذا لون من الناس يريد الله أن يعطينا لونا آخر من الناس قال إن كان من الناس كذا من يعجبك قوله وقصته كيت وكيت وكيت فمن الناس صنف آخر يقابل ذلك من الناس من يشري نفسه ابتغاء من الله هذا هو الصنف الإيه؟ المقابل الله سبحانه وتعالى ساعتها تستعمل كلمة يشري يشري دي من أقولك من الأفعال التي تستعمل في الشيء ومقابله شرى يعني باعة ما تفتكرش شرى يعني اشترى وتستعمل شرى بمعنى اشترى بره يبقى شرى دي اللي هي المكونة من الشيء ومن الره ومن الألف المرسومة إيه؟ يهدي معنى إيه؟ لا معنى إيه اقرأ إن شئت في سورة يوسف قول الله سبحانه وتعالى وشروه بسمن بغسل وبيتكلم عن مين؟ عن من اشترى؟ ده هو حيقول وقال الذي اشتراه يبقى شروه لمين؟ للي باعة وشروه بسمن إيه؟ بسفقس دراهم إيه؟ معروف لما جه السيارة وبعدين جه الوالد بتاعهم مؤدلة دلوه وقال يا بشرى إيه؟ هذا غلاب وأسروه إيه؟ وكانوا فيه وشروه يعني باعوه لأن هم اللي جبوا من التجيب يبقوا هم اللي باعوه بدليل وقال الذي اشتراه يبقى شرى هنا بمعنى إيه؟ باع وتأتي أيضا بمعنى اشتراه الشاعر العرب القديم مثلا عن ترى يقولك فخاض غمارها وشرى وباع يبقى شرى بمعنى إيه هنا؟ اشتراه لا ماذا جاء شرى وإيه؟ يبقى إذن شرى لغة تستعمل في إيه؟ معنى إيه؟ إما أن تكون بمعنى باع وإما أن تكون بمعنى إيه؟ بمعنى اشتراه السياق بقى والقرينة هي اللي في إيه؟ ولذلك في الشاعر لما قلنا فشرى وباع قلنا مدام تجات في مقابل باع يبقى معنى إيه؟ لأنه مش هيقول باع وباع مش كده؟ وشروه بسمن بخش السياق يؤكدوا أنها إيه؟ جي من عظمة اللغة لأنها تريد أناسا يستقبلون اللفظة بعقل ويخلي السياق كده يتحكم يقوم اللفظة يبقى واعد يقولك لكن السياق كده جابوا هنا السياق جابوا هنا ولذلك كان العربي السياق ده هو اللي يحكم على الناس لما جابوا لواحد لا يحفظ القرآن القرآن والقرآن كان زمان غير منقوط يعني البيه زي اليه زي النوم زي الته زي الثه مش كده ولا لا والحا زي الخا والدال زي الايه؟ والره زي الزين والصد ما فيش ناقط يعني والعربي بملكته وسليقته هو الذي ايه؟ يعين اللفظة المطلوب هنا لما جابوا له المصحف كده غير منقوط وقالوا له طب اقرى كده من شوه؟ فقابوا له آية ايه؟ قال عذابي أصيبوا به ما هو مش حافظ ودي ما فيش لسين ما فيش على ناقط فقال عذابي أصيبوا به من أساء ماشي ولا لا ما بعدشي ولا بعد طيب صبغة الله معلاش ناقط أم قال صنعات الله ومن أحسن من الله صنعه أبيعد ولا ما بعدشي؟ يبقى برضو السياق ده له ايه؟ إذن فاللغة العربية ده تتميز يقول لك واحد طب وايه لزوم المشترك اللفظ ده ييجي في اللغة؟ يقول لك دي علشان يقول لي المتكلم اللغة لازم تكون عندك عقل كده وتشوف السياق حيقول لك ايه هنا؟ السياق ده هيجيب ايه؟ والسياق ده هيجيب ايه؟ والسياق ده هيجيب ايه؟ مش تستاكل الألفاظ كده؟ فكلمة شرع تستعملوا بمعنى ايه؟ باع وتستعملوا بمعنى اشترى ومن الناس من يشري نفسه؟ طيب يشري نفسه هناخدها بمعنى باعه؟ يشري نفسه يعني ايه؟ يبيع نفسه يبقى نفسه تبقى مفقودة ولا؟ مش كده مفقودة؟ يبقى ده اللي بيجود بالشهادة مش كده؟ يبقى ده اللي بيجود بايه؟ او بكلمة المعروف كده وواحد يروح قدله يبقى كنه باع نفسه وخد الايد تمن الله يبقى النفسه هالمفقودة لانك عايز اخلت بيعته كذا يبقى كذا راح مني بكذا يبقى جان مني خلاص كده؟ ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ بأن لهم الجنة يبقى ده اللي نفسه وخد الايد؟ يبقى ومن الناس يمنهياش يريه نفسه يعمل ايه؟ باعها اخذ استمن ايه؟ الجنة مش كده؟ طب وان كانت بمعنى اشتراها او قالك اشتراها بمعنى انه هو ضحى بكل شيء في سبيل ان تسلم نفسه الايمانية وعاش ومن العجيب ان الاية دي جد والف سبب نزولها كذا وكذا مما يؤكد انها تيجي على المعنى دي وتيجي على المعنى دي اشتركوا في القناة